مرحباً أدام قبل كل شيء أذكرك تشترك معنا بالقناة عشان نشوف مزيد من الحقات الإخبارية والفيديوهات التقنية خلونا نبدأ بالخبر الأول الآن تغير رئيس أمريكا مثل ما أنتم تعرفون جاب بايدن رئيس أمريكا الجديد كثير كان من تأملنا كل شيء بيرجع زي ما كان بس أرجع وأقول رأيي وتحليل قديم أنه كل الموضوع ما كان يقوده ترامب لوحده بشكل مباشر وهذا رئيس السابق وكل شيء قاعد يصير اليوم يتفق مع هذا الشيء بايدن أعلن أنه رح يفتح المفاوضات مع هواوي والصين لكن لحظة هذا نفس الكلام اللي كان يقوله ترامب فعلياً بواقع الأمر أكد بنهاية المطاف بايدن أنه هواوي تخترق الأمن القومي الأمريكي وأنه يهم مصلحة الأمن القومي الأمريكي وهذا يؤكد أن الموضوع ما رح يحل قريب بالطريقة اللي أنتم تتوقعونها أتوقع شخصياً أن أمريكا لها مطالب من هواوي اللي لم تذكر في الإعلام ولهذا اللي تلاحظ فإن هواوي سوت مجموعة من الخطوات اللي تؤكد من الموضوع اللي لا عودة فيه بعد أونر في خبر جديد من وكالة رويتونز يقول بأنه ممكن تبيع الإسمين أو العلامتين التجارية بميت وبي لشركة جديدة تملكها الحكومة الصينية وملاك يبدو أنهم نفسهم وملاك هواوي عشان يلتفون على الموضوع مثل ما سوى مع أونر طبعاً هواوي من ناحيتها نفت هذا الخبر لكن أرجع وأذكر أنه أيضاً كان فيه نفي بخصوص بيعها لأونر فما ألف إذا هذا الشي راح يتكرر الآن مع هذه المرة ولا لا لا تنسى أنه في شركات زي أبل زي جوجل اللي تتحكم بالإقتصاد الأمريكي كانت قاعدة تحاول تضغط الحكومات هم يقودون لإقتصاد الأمريكي أو يساعدون في الإقتصاد الأمريكي وهم قاعدين يتأثروا بشكل كبير جداً لما تتكلم عن زي جوجل هؤول ستة مدي سبع شركات صينية فأكيد أنها تخاف على مستقبلها وكيد أنها بتضغط اليوم كان يوم حافل شركات الإحصايات العالمية زي كاناليس وآي دي سي كلهم نشروا إحصايات جديدة اللي تتكلم عن 2020 وسوق الجوالات وأشياء مختلفة أولاً تكلموا عن الربع الرابع في 2020 اللي هو آخر ربع من السنة قالوا بأنه أبل جت بالمركز الأول في مبيعات الجوالات تجاوز سامسونج في مبيعات الجوالات خلنا نقول شكراً لآيفون 12 هوليا فهدهم جاء الثانياً سامسونج أكيد ثالثاً شاومي ثم أوبو ثم هذه الصدمة هواوي بالمركز الخامس لأول مرة من ستة سنوات تجي هواوي بهذا المركز يمكن مو صدمة إنها بتتأخر بس إنها تطيح للمركز الخامس مرة واحدة على فكرة ترى هنا قاعدين نتكلم هواوي بمركز الخامس اللي هي مشمولة هواوي وونر سوا وقتها بذلك الوقت ما بعد بعد طبعاً من انظر لإحصايات سنة 2020 كاملة فإنه سامسونج هي تستمر بمركز الأول تجي أبل ثم بقية الشركات ما تبقى تشوفها أمامك لكن اللي يلاحظ إنه كل الشركات انخفضت مبيعاتها باستثناء أبل وشاومي حققوا الوحيد اللي كانوا حققوا زيادة خبرنا الثالث شوية ملحق صراحة شاومي عندها جهاز بتنزل قليب بتسوق له بأنه يدعم 200 واط نعم انت سمعته صح طبعاً أول ما تسمع هذا الرقم تنصدر وممكن يجيك سكتة قلبية بس لحظة ههدي نفسك شوية إذا رجعت الوراء وآخذت لحظة بتكتشف وفكرتك إذا بتكتشف إن الشاحن مو 200 واط مثل ما انتشر بس حركات شاومي التسويقية ما تخلص 200 واط هي مجموع الشاحن السلكي واللاسلكي وكذلك الشحن اللاسلكي العكسي ما وعدكم بعد تجمعون أي شيء ثاني معه خذوا حطوا ميجابيكسلس حق تلك كاميرات تحطوا أي شيء بعد ليش ليش لا وإحنا قاعدين نحط شيئاً ما لا دخل في بعض يلا نجمع أشياء بواقع الأمر أنا شخصياً ما حبيت هذه الفكرة خلينا أعلمك ليش لأنه صارت تلعب على وتر التسويق الغير واقي بصراحة بمعنى أنه لحظة طيب عشان تفهموني ليش غير واقي واحد يفهمني كيف أستخدم شاحن سلكي ولاسلكي وفوق الشاحن لاسلكي عكسي ممكن فأحد كيف فهمي كيف بستخدمه كل مباطع يوم يجمعونها مع بعض شفت كيف ما في داعي أنها تنجمع خبرنا اللي بعدها يتكلم عن جوجل جوجل لها فترة ما تبغى تحدث تطبيقاتها الكبيرة والمهمة جدا على النظام ايو اس وجالس لها فترة ما حدثتها لأنه قوانين مدر ابل جديدة تقول أي مطور شركة بتحدث تطبيقها فأنه لازم تفصح عن نوعية المعلومات اللي تطبيقها يجمع عن المستخدمين وبالتالي المستخدمين يقدرون يدخلون في المدر ويشوفون ايش الأشياء اللي يجمع عنهم هذا التطبيق فبالتالي جوجل ما حدثتها وبالتالي مدى ما حدثتها مو لازم يكتبون لكن يعرفون أن مصيرهم يكتبونها فلازم يلقون حل بسرعة وخلال فترة يبدون يكانوا قاعدين يفكرون في هذه الأثناء وهم ما بعد انتهى التفكير حقهم الصحف والوكالات العالمية انتبعت وتكلمت على الموضوع وبدوا يضغطون على جوجل وصاروا كل يوم يتكلمون إلىين وصلت جوجل أنها اضطرت أنها اليوم تصرحت صرحت اليوم بأنها ما راح تستخدم التتبع اللي موجود عن طريق نظام ايو اس عشان تتبع المستخدمين لأنه أيضا واحدة من القوانين الجديدة عند أبل هو أنك إذا أنت بتتبع الناس مستخدمين النظام عن طريق النظام نفسه فمعنات أنه لازم يرسل النظام التنبيه للمستخدمين أنه هذا التطبيق راح يتبعك سواء راح يتبع كنت قاعد تستخدمها أو حتى يمكن لو كان تطبيقي يحاول يتبع كنتم قفلة فراح يعطيهم هذا التنبيه وهذا الشيء اللي ما تبغى جوجل جوجل ما تبغى مستخدميها يعرفون أن هي قاعدة تتبعهم وكيف ومتى والتطبيق مفتوعة أو مقفلة ما تبغى هذه المعلومات فبالتالي جوجل أعنث بأنها ما راح تتبع وراح تشوف لها الطريقة مختلفة أبل تقول أن النسخة التجريبية القادمة من iOS 14 راح يكون فيها هذا التنبيه تنبيهات التطبيقات اللي راح تنبه بأنه هذا التطبيق يتبع كمستخدم وهذا بهدف زيادة الشفافية العالية الآن هي قيد التجربة بعد فترة راح تطلق بشكل رسمي للكل طبعا أكثر واحد زعل من هذه النقطة مين تتوقعهم غير كوجل مارك زوكرباك مارك هو مؤسس فيسبوك الشخص اللي اتهم أبل بأنها أصبحت منافس مباشر لهم وبيبدأ يحاربهم بعد هذه الخطوة أعطي رأيكم بالتعليقات تشوفها خطوة لطيفة من أبل ولا لا بتفتح مشاكل ولا كويسة من المستهلك شخصيا أعتقد أتوقعنا من الخطوات القليلة اللي حسنا كلها للمستهلك كلها للمستخدم بس ما تحس أن جاسين يحاولوا يلتفون يستفيدون بطريقة كتحس كلها للمستخدم بس يعني لو نفكر فيها شوي كانوا يقدرون أنهم ما يساوونها ويفتكهم من مشاكل مع جوجل وفيسبوك وكل المطهولين وكل الشركات صح ننتقل لخبر اللي بعد أبل نبهت أنه بناء على بعض الاختبارات ودراساتها طبية فإنه إذا كنت أحد الأشخاص اللي يعتمدون على أجهزة طبية مثل جهاز تنظيم ضربات القلب وهذا الجهاز يوضع على أساس ينظم ضربات القلب اللي عنده مشاكل فالمفروض أنك ما تقرب آيفون من هذا الجهاز نحائيا خصوصا حتى لو كان فيه أحيانا أجهزة ثانية خارجية تستخدمها فالمفروض أنك تنتبه إليه لأنه آيفون 12 كل الجوالات فيه مراطيس بس آيفون 12 فيه مراطيس أكثر من الأجهال الماضية وهو المكان اللي يركب فيه ماكسيف بالخلف كذلك شاحن ماكسيف نفسه ابعدان هذه الأجهزة الصحف الطبية العالمية اللي تكلمت عن هذه الأبحاث صارت تطالب الشركات الطبية مثل ميدترونيك أنها تطور أجهزتها وطور التقنيات في أجهزتها بما أنها قديمة وما تطورت لازمة أجهزة ميدترونيك تصير صديقة أكثر للمستهلك مم معقول أنها توقف وما تشتغل بسبب المغناطيس ليه؟ وبأطرافها في مغناطيس لشان يمسك وهذا الشي رح يزيد مع الوقت حتى البعض جرب أن يركب على الفولد ماكسيف ولقى أنه في مغناطيس قاعد يمسك بالفعل ولهذا هتكون هذه مشكلة في كثير من الأجهزة ثم الخبر اللي بعضه هو خبر شوية غريب فيه تطبيق اسمه بيبر هذا التطبيق جديد يقول أنه مو الحم فيه تطبيقات تواصل كثيرة في هذا العالم ومرة مزعدة وكل التطبيق يجيك تنبيهات الحالة هو يقول ليش ما نمسك هذه التطبيقات ونجمعهم في مكان واحد وراح يجمع لك تقريبا كل التنبيهات كل المحادثات من 15 تطبيق مختلف مكان واحد ومنهم هذا الغريب iMessage هذا أغرب شي كيف سوها فيها لفة طبعا عشان سوي هذا الشي رح تحتاج أن يكون معك جهاز ماك عشان يكون جهاز وسيط ولو ما عندك ماك عندهم الحل بحسن موقعهم رح يوفرون لك آيفون في جيل بريك وشغلون لك بطريقة ما وهم ما رح يعطونك الآيفون بس أنه يعني رح يكون في آيفون مسوين في هذا الشي بدوني وعشان كذا عشان يوفرون هذا الآيفون فأنك رح تدفع لهم اشتراك 10 دولار بالشهر سؤال هل يستاهل يعتمد على الدولة اللي أنت فيها مثلا بأمريكا iMessage لديهم شيء أساسي بالتالي بالنسبة لهم نعم شيء يستاهل إذا كانوا ينتقل لأدرويد بس بالنسبة عندنا ما حسنا بنفس الأحمية وهنا يجيني السؤال لمستخدمي آيفون كم واحد منكم صدق يعتمد على iMessage عنده جروبات في iMessage وغيرها مثل واتساب أو بدل واتساب السؤال الثاني أبل إذا أكيدنا الآن درت بهذا الموضوع فهل بيخلونهم هل ما بيكانسلونها أتوقع حلقة اليوم كانت شوية دسمة فيها أخبار كثيرة أتمنى أجبتكم بس مخلي لكم القنبلة للنهاية الآن وأنا قاعد أسجل حلقة تتنوش سؤال تيليجرام طلعوا ميزة أنك تجل تسحب المحادثات والغروبات من واتساب تجل تسحب أرشيف المحادثات من واتساب وهذا ممكن يساعد ناس أنه ينتقلون من واتساب إلى تيليجرام بس لا أسف لازم تسحب محادثة محادثة علموني بالتعليقات هذا شيء ما خليك تنتقل لا تنسى تشترك معنا بالقناة بسم الله السلامة